من شعار إخراج الميليشيات من المدن والبلدات إلى التوسع في إيجاد ميليشيات جديدة يسير السوداني مخالفاً لكل الوعود التي قطعها على نفس حيال تسليم المدن والبلدات للجيش والشرطة فقط بينما جميع مقرات الميليشيات تخرجوا منها وعلى هذا الأساس تشكل الاتفاق السياسي لحكومة السوداني بحسب نواب وسياسيين أكدوا أن الجميع اتفقوا على أن يتسلم ملف المناطق المستعادة تحديداً الجيش والشرطة وليس للميليشيات دور في إدارة هذا الملف نسفت كل هذه الاتفاقيات وثيقة لميليشيا الحشد تتضمن توجيهات بتشكيل لواء شمال بغداد للانتشار في مناطق شمال بغداد التي تشمل الطارمية والتاجي وعشرات القرى المجاورة وصولاً إلى حدود سامراء في محافظة صلاح الدين التشكيل الجديد يرتبط بقيادة ميليشيا الحشد وينص على دمج قوة منه موجودة في قضاء الطارمية بالقوة الجديدة التي أطلق عليها لواء شمال بغداد وتتزامن هذه الخطوة مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تشارك بها الأجنحة السياسية للميليشيات بواقع يتجاوز عشرين قائمة أبرزها تلك المرتبطة بميليشيات العصاب وحزب الله وبدر وجند الإمام باحثون السياسيون رأوا أن تشكيل هذا اللواء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات يثير المخاوف من أهدافه السياسية والانتخابية وهي استخدام هذا اللواء في تغيير إرادة الناخبين بقوة السلاح والترهيب لكن الهدف الأوضح من تشكيل هذا اللواء هو دعم مشروع التغيير الديمغرافي المستمر في محيط بغداد كما أنه يجعل كل السياسات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة مجرد حبر على ورق